أطلقت مجموعة كلمات لنشر كتب الأطفال التي يقع مقرها في الشرقة رواية لليافعين من أحدث إصداراتها تحت عنوان السر المدفون من تأليف الدكتور طارق البكري المتخصص بأدب الطفل واللغة العربية ومن رسوم فادي فاضل وجاء أطلق الرواية بحضور مؤلفها في حفل توقيع نظمته مجموعة كلمات في جناحها الذي تشارك به في الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الشرقة القرائي للطفل والذي تعرض فيه مجموعة كبيرة من الكتب والقصص المصورة للأطفال واليافعين وعلى هامش حفل التوقيع قال المؤلف الدكتور طارق البكري يسعدني التعاون مع مجموعة كلمات التي تنطلق من الشرقة وتسهم من خلال إصداراتها في بلورة مشروع ثقافي ملهم من خلال تبنيها نشر إصدارات وكتب تضم محتوى يرتقي بوعي الأطفال واليافعين في العالم العربي وأثمر تعاون معها اتباعة رواية أستر المدفون وإطلاقها خلال وقت قياسي لتصبح في متناول القراء في هذه الدورة من مهرجان الشرقة القرائي للطفل وفي سياق منفصل يشارك مجمع اللغة العربية بالشرقة في الدورة الواحدة والثلاثين من معرض أبوظبي للكتاب الذي تنطلق فعلياته في الفترة من الثالث والعشرين وحتى التاسع والعشرين من مايو الجاري ويعرف من خلال منصته رقم D28 بأنشطته التعليمية والبحثية وأبرزها مشروع المعجم التاريخي للغة العربية وبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بها وخلال مشاركته في المعرض ينظم المجمع ندوى حوارية تحت عنوان دور المعجم التاريخي للغة العربية في توثيق تطور المصطلحات عبر العصور والألفاظ المهاجرة في منصة الشباب في المعرض وذلك يوم الثلاثاء في الرابع والعشرين من مايو الجاري ويشارك فيها كل من الدكتور محمد صافي المستغانمي أمين عام جمع اللغة العربية بالشرقة والدكتور محمد الأمين السملالي الخبير اللغوي بدائرة الثقافة في الشارقة والدكتور غسان الشيخ أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله ويديرها الدكتور عيسى الأحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج وتشمل الندوة سبعة محاور تتناول رحلة مشروع المعجم التاريخي للغة العربية منذ تبلور الفكرة وحتى الشروع في تنفيذها ودور المعجم في مساعدة الباحثين اللغويين في المستقبل على تتبع تاريخ تطور المصطلحات ودللاتها منذ نشأتها حتى وقتنا الحاضر وأثر توثيق ولادة المصطلحات في إثبات ما تمتاز به اللغة العربية من مرونة وحيوية وغيرها اشتركوا في القناة